كما أعرض مجلس الشورى عن إشادته وتقديره ليقضت الأجهزة الأمنية وبمستوى الجهوزية العالية لديها بعد الإنجاز النوعي الذي حققته عبر كشفها عن خلية إرهابية والقبض على 116 من العناصر الإرهابية كما يتوجه مجلس الشورى بالتقدير البالغ لجهود معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية الموقر في متابعة الأحداث وإصدار التوجيهات السريعة والمباشرة لإحضاط المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين مستنكرا المجلس مواصلة إيران وأذرعها الإرهابية الخارجية لسلوكها العدواني تجاه المملكة والمتمثل بعملها المستمر للمساس بأمن المملكة وإثارة النعرات الطائفية ودعم وتدريب واحتضان العناصر الإرهابية بما يخدم سياستها الموجهة للإضرار بدول المنطقة ككل مؤكدا ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الذي يجرم هذه الممارسات ويعدها تدخلا سافرا ومرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر